في أحد الوكلاء عرض على نادي الزمالك أنه هو يتوسط للحديث مع الوكالة المسؤولة عن أحد أعظم المدافعين في تاريخ كرة القدم الأسباني سيرجيو راموس اللي رحل مؤخرا عن فريق أشبلية وأصبح لاعب حر الوكيل ده عرض على الزمالك فكرة استعارة راموس لمدة ستة أشهر وأنه يخود مع الزمالك مباراة السوبر الأفريكي والنادي وافق بالفعل على الأمر ده الزمالك شايف أنه الفكرة غير منطقية لكن المسؤولين في نادي الزمالك عندهم الرغبة والفضول أن هما يستمعوا لمطالب سيرجيو راموس دي الحكاية بتاعت سيرجيو راموس عشان فيها كلام كتير للفترة اللي فاتت هتقول لي هيجي الزمالك وقولك لا من الآخر يا لا لا الزمالك عنده جدية في هذا الأمر ولا أتصور أن سيرجيو راموس هيجي الدور المصري أو كرة القدم المصري يعني توقع توقع برضه تمام مش 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 هيرفض نادي الزمالك ده غير من سيرجيو راموس هيجي تلين 14 15 16 لعب انت عارفين سيرجيو راموس داخل بسدره على طول يعني ما بيتفهمش ان شاء الله ربنا يستر ويعني طبعا هو رجل نادي الزمالك حاجة للبراند براند على نادي الزمالك حاجة كبيرة جد جد لو كمان لو بتفكر فيها ماركتنج وتسويق وتفاصيل كتيرة جدا ورعاة وحاجات كتيرة فسيرجيو راموس بتشيرت نادي الزمالك الحكاية شكلها حلو هتحصل توقع صعب خلينا نشوف خلينا نشوف